اشتركوا في القناة جداً سعيد وممتن لمتابعتكم كل جديد وتعلم كل شيء نحتاجه في صناعة المونتاج في البرنامج الرائع أدوبي برميير بإصدار الـ 2022 رابط الكورس رح يكون موجود بوصف هذا الفيديو وأيضاً في العلامات البيضاء وأيضاً في التعليق المثبت لسهولة الوصول إلى حكاية شغف وإلى كورس المونتاج الاحترافي فأكون جداً سعيد وممتن لو نتابع مشوارنا أيضاً في المونتاج على برنامج برميير بحيث أني رح أقدم مع الشروحات كافة القوالب والمواد والماتريال يلي رح تستخدموها ففي صناعة المحتوى مش رح يكون موضوعنا مقصور فقط على برنامج البواربوينت إنما رح نعزز العديد من المهارات ورفع الكفاءات في الأكتر البرامج طلب في سوق العمل في لقاء اليوم في برنامج بواربوينت ان شاء الله وتعالى رح نصمم وبطريقة جميلة وباستخدام تأثير الانتقال مورف عبارة عن معرض للصور بحيث تكون الانتقالات غايب الجمالية وغايب الروعة وقبل ما نبدأ تكرمان ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل المشاركة لهذا الفيديو لتساهم معي بإصال هذه المعلومات إلى أكبر قدر ممكن من المهتمين وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا من اتشار فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد ويلا مباشرة يا أحباب القلب لنبدأ بمشوار متميز في صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت أهلا ومرحبا بكم أصدقائي مرة ثانية نحن الآن في برنامج باوربوينت طبعا أنا كنت مجهز الخلفية عبارة عن أي مادة جاهزة بممكنك تحصل عليها من أي موقع وكنت مجهز يعني المصوص واللوغو تمام بطريقة جدا بسيطة وما في أي إشكالية طيب الآن رح أبدأ بإضافة الصور وهني يلي بيكونوا معاي صلب الموضوع بهذا اللقاء كنت محضر بعض الصوريات عندي واحد واثنين وتلاتة آه هذه الطولية ما في داعي أختارها الآن مسلا خلني اختار واحد اتنين تلاتة أربعة خامس صور تكرم عينكم بقوم بالنقر والسحب وأسقطهم بداخل برنامج باوربوينت بنعمل كنترول زائد اي بضغط مفتاح شفت وبنقر مع السحب لحتى أصغر كل الصوريات ويكون بمقدور التحكم فيهم بطريقة جميلة لنشوف أي صورة هي عمنا آه تمام هذه تكون معنا أول صورة رح أسحبها على هذا المكان وبنقر مع السحب بعطيها حيز بسيط شوي إضافي خلني أبعد هذه الصور عشان يعني ترتاحوا معاي بالفكرة اللي رح أقدم لكم إياها يا أصدقائي أحباب القلب باختصار رح أتوجه إلى قائمة البكتشر فورمات أي تنسيق الصورة ومنفع الجروب عشان أعمل اقتصاص لأي مساحات زائدة أنا ماني محتاجة مثلا يعني على حسب ما تشاء لكن بحيث تكون بمظهر جميل وأقص كل الصوريات بنفس المساحة بالضبط بإمكانك من قائمة فعل خطوط الإرشاد عشان نحكم الصوريات يكونوا معنا بالمنتصف أو بإمكانك من قائمة ومن نختار عشان الصورة تكون معاي بالمحاذاة العمودية تكون بالمنتصف بالضبط طيب كلام جميل وأثناء التكبير والتصغير بإمكانك تستخدم وتنكر مع السحب عشان تتكبر معنا الصورة بالاحتفاظ مع الأنكر بوينت يلي هي نقطة الارتكاز طيب خلنا نزغي الآن الصورة شوي وأنا محتاجة تكون معنا بهذا الشكل رح أتوجه إلى وعندي من رح أختار اللون الأبيض والأسود للصورة لأنه رح نصمم الآن المشروع أو غامق وأنت بتختار الستايل يلي بياجبك لاستعراض الصوريات تمام طيب الآن رح أجي على الصورة الثانية بهذا الشكل تمام خلني أعطي أول شيء أحضار إلى المقدمة عشان الموضوع يكون واضح وبعض لما نمردت بالصوريات بخلف بعض أنا محتاج الآن أعمل عملية يعني الضبط لأبعاد الصورة على قدر الصورة يلي بالخلفية تماما تمام يا أصدقائي طيب فلذلك رح أشتغل على الشكل التالي رح نكبر شوي بما طبعا نحن بعد ما ضبطناها تنتين يكونوا عندي إياه بهذه الزاوية تمام بنقر مع السحب لحتى نحن نكبر الصورة آه بهذا الشكل بالضبط بإمكاني أرجع أتوجه إلى وأقص مساحات أنا ماني محتاجة فبنقر مع السحب لأقص هذه المساحة بحيس أنه هي تنطبق مع الصورة يلي بالخلفية بالضبط مثل ما أنا شايفين والآن بنقر على الصورة وبحركها جزء يمين جزء يسار تماما حتى أنا أستعرض الجزء يلي أنا محتاجه من الصورة ضمن نفس الأبعاد تماما وبنقر بأي مكان خلاص الآن الصورة أصبحت إيش التنتين صاروا معنا بنفس يعني الحجم أو الأبعاد بالضبط رح أحرك الصورة يحتي لليمين شوي تمام ولي يكون معنا بهذا الشكل تمام بضغط مع الشفت بنقر مع الزاوية وبصغر أبعادها شوي والآن بكل بساطة ركز معي يعني باللي رح أتكلمه الآن تمام أول شي رح أتوجه إلى كالر ومنختار لون للصورة وبتوجه إلى التأثيرات وبنعمل بلوهر للصورة أي الضبابية أو التموية وبتوجه إلى الشفافية وهذه ميزة مجدودة فقط في أوفيس الـ 2021 في اللي عنده إصدارات سابقة ربما ما يحصل على كيفية وضع الشفافيات للصور وخلني أختار معي شفافية واللي يكون معي مثلا هذا النمط أو بهذا بهذه النسبة 30% والآن رح أختار يعني نقل مستوى إلى الخلفية والصورة حتكون معانا بهذا الشكل الآن برجع باختار صورة تانية وبجعل لها يعني إحضار إلى المقدمة ومنحول نضبط الصور بنفس الطريقة تماما بنكر مع السحب تمام ليكونوا معي بنفس الطول وبتوجه إلى الجروب تمام خلني أصغر شوي الآن بنكر هذا المقبض مع السحب إلى حواف الصورة بالضبط يعطيني هذا يعني التناسق يعني نفسه بعض الصورتين وبنكر مع السحب بعد المنة رح حتى أحدد الجزء المراد عرضه من الصورة بنكر بأي مكان طيب بنفس الطريقة الآن رح أتوجه إلى الكلر وخلني أختار المود الخاص باللون الدرك أو الغمك والأبيض والأسود ونفس الشيء بنختار من التأثيرات اللي بالهور ومنختار من الشهافية نسبة الأربعين أو الخمسين أعتقد هون الثلاثين وهم عندي خمسين بالمية لا بأس في الموضوع أضغط كونترول مع الشفت وبنكر مع السحب للداخل لحتى نزغرها شوي بضغط على الشفت وبنكر مع السحب باليمين عشان أرتبها بهذا الشكل ومنختار إرسال إلى الخلفية شايفين الآن الشهافيات اللي صارت ما بين الصوريات بنجي بنختار صورة أخرى وليكن معاي هذه الصورة خلني أعطيها إحضار إلى المقدمة أول شيء تمام وخلني أضبط الزاويتين فوق بعضهم البعض وبنكر مع السحب لحتى يكونوا بنفس الارتفاع أول شيء برجع بفاعل عندي الجروب مرة تانية وبصغر شوي وبنكر مع السحب لحتى أضبط العرض الآن بنفس الساوية تماما بنكر وبسحب لحتى أطلع يعني جزء أنا محتاج من الصورة وبنكر بأي مكان نفس المبدأ بتوجه إلى وبنختار باللون الأبيض والأسود وبنختار الضبابية تمام هذا التمويه وبنختار الآن شافية بنسبة أكبر اللي هي نسبة خمسة وستين بالمية جميل اضغط مع الشفت عشان نزغل الصورة بهذا الشكل وبنكر وبسحب وبحرك إلى هذا المكان وبنعطي ارسال إلى الخلف هذه الصورة نحطيها احضار إلى المقدمة تمام وبرجع بنفس الطريقة بضبط صوريات بهذا الشكل تمام وبنكر مع السحب لحتى أوسع الصورة بهذا الشكل وبنتوجه إلى مرة تانية وبنعمل عمرية قص للمساحات اللي أنا ماني محتاجة تمامي أصدقائي وليكن هذا الجزء اللي أنا محتاجه بنكر بأي مكان الآن بتوجه إلى قائمة البكتر فورمات ونفس الطريقة بختار اللون الأسود ومنعمل ضبابي أو تمويه للصورة ومنختار يعني نسبة أكبر وأعلى ليه تمانين في المية من الشافية الله الله وين الصورة أضغط مع سحب للداخل لنصغرة أضغط وبنكر بسحب لليمين عشان تكون بمستوى أصغر بهذا الشكل الآن بعطي ارسال إلى الخلف والصوريات كلهم أصبحوا جهازات وشفافات مثل ما نشايفين خلف بعضهم البعض بإمكاني أعمل كونترول زائد لتحديد كل الصوريات أنكر باليمين وبتوجه إلى تنسيق العناصر ومنعمل انعكاس يعني مثل أو المراية للصوريات خلني أختار هذا الشكل مسلا تمام بإمكاننا نحن نقل الموضوع الشافية أو نزيدها موضوع نقلله كمان شوي تمام عشان يكون الموضوع جميل يعني بحيث أنا أبعدهم تمام معنا الصور الأصل وبحيث أن هن كمان يبينوا معي بشكل جميل تمام الموضوع البلوار بإمكاننا نعمل شوية بلوار عشان يكون فعلا مظهر الميرور على المرائم تمام الموضوع الصوريات وهذه الشافية رح نقللها يعني إلى الصفر بالمية لا بأس بالموضوع نرجع إلى خلني أوسعها شوي تمام لا يكونوا معاي الصوريات بطريقة جميلة خلنا نشغل من الشاشة ونشوف العرض كيف رح يكون معنا بترتيب الصوريات أو بهذه المكتبة جميل للغاية لحد الآن الآن أصدقائي رح نعمل أي تكرار للشريحة بالشريحة رقم اتنين ركزوا معاي أصدقائي خطوة خطوة حتى نشوف كيف رح ننزبط موضوع الصوريات باجي على آخر صورة آخر صورة بنكر وبسحب عشان أعمل تطابق مع الصورة يلي هي أمامها وبنكر مع السحب لحتى أعمل تكبير لمساحة الصور تقريبا يكونوا بقدر بعض والصورة وأنا محددة عليها برجع بتوجه إلى تمام وعندي موضوع شفافية رح نزيدها شوي يعني بدل ما تكون كشفة رح نغمقها شوي تمام بهذا الشكل الآن بلغي التحديد باجي على الصورة يلي هي بالأمام تمام بنفس الشيء بنكره بسحبها إلى الصورة يلي أمامها كمان برجع بكبرها بنفس الأبعاد بالضبط ونفس الشيء يعني بحول أضبطهم بنفس المساحات نفس الأماكن نفس الشيء برجع إلى وعندي شفافية بناخدها شفافية يعني فينا نقول نسبة الكثافة اللي رح تطلع أكتر تمام بهذا الشكل بلغي التحديد برجع باخد الصورة يلي أمامها تمام وبرجع بنكر وبسحب على هذا المكان تمام بهذا الشكل وبنكر وبسحب لحتى أزيد بمساحتها بنفس الصورة يلي هي أمامها ونفس الشيء برجع وبختار نسبة الكثافة يلي هي أكتر لأخذناها الخمسة عشر بالمية بلغي التحديد باخد الصورة الآن يلي بالمقدمة تمام هذه صورة الشاب بنكر وبسحب وبحط محال الصورة الرئيسية وكمان بنرجع نكبرها تمام لا تكون بنفس المساحة بالضبط تمام وبنرجع إلى الشافية وبنعطيها يعني صفر شفافية بحيس تكون هي أفضل معدل ظهور لألة بلغي التحديد باجي على الصورة الأساسية بالمقدمة أضغط مفتاح وبحركها إلى خارج الشريحة تماما إلى خارج الشريحة وبعطيها شفافية بنسبة يعني صفر تماما أو هي الخمسة وتسعين يعني بحيس أنه هي يعني تعمل شافية بالمرة تمام والآن بتوجه إلى الانتقالات وبناخد تأثير المورف بكل بساطة واختصار خلني أرجع أشغل هذه الشريحة ونعمل معينة للصورة الأولى تمام أشغل بالضغط على أي مفتاح الآن رح نشوف التقدم يلي صال الصوريات بطريقة جدا رائعة بقي عندي فقط ملاحظة أنه أنا تأثير البلور لازم أشيله عن هذه الصورة بالشريحة الثانية فمنرجع إلى تنسيق الصور وعندي هذه التأثيرات برجعه إلى وضع الحاد أو الطبيعي تمام يا أصدقائي خلنا نشغل مرة تانية ولاحظوا تأثير الصورة رقم اتنين الصورة رقم اتنين رح نشغل ورح تكون معاي بهذه الجمالية نفس المبدأ رح نعمل أنقر باليمين ونختار الآن بالشريحة التالية ببدأ بال يعني من آخر صورة بالضبط برجع بانقر عليها وبسحبها على الصورة يلي تليها وبنقر مع السحب بحيث أنه يصيروا الصورتين بقدر بعض وبرجع نفس الشيء بغير بالنسبة المأخوذة تمام بهذا الشكل بلغي التحديد باخد الصورة الأمامية بنقر عليها وبحرك على هذا المكان نفس الشيء كمان بزيد المساحة شوي آه تمام بهذا الشكل وبرجع كمان بختار النسبة يلي بعدها في موضوع شافية بلغي التحديد وبنقر على هذه الصورة وبسحبها على هذا المكان بحيث أعمل التوافق أو التطابق ما بين الصورتين بالضبط بنحيث الأبعاد تمام طيب ولو كان بشكل تقريبي لبأس الموضوع وبنعطي هون شافية صفر بالمية تمام باجع على هذه الصورة اللي هي بالمقدمة نعملها شفافة بنسبة خمسة وتسعين بضغط على وبنقر مع التحريك للخارج تمام تمام وبرجع على الصورة رئيسية وبلغي التأثير الخاص بالبلور وبجعلها صورة عادية تمام فالآن نحن لو شغلنا كما راح نشوف الانتقال كيف راح يكون ما بين الصورة التامية والتالتة ممتاز وجميل للغاية برجع بعطي تمام ومنعمل شريحة جديدة نفس المبدأ باجع على هذه الصورة وبنقر عليها وبسحبها لحتى أعمل التوافق ما بين الأبعاد والتموضع ما بين الصوريات ممتاز وبرجع بختار أيضا يعني يكون عندي شافية يعني أقل تمام وبرجع بحد الصورة يلي بالمقدمة وبسحبها تمام على موضع الصورة التانية وبننقر مع السحب منتاز تمام طيب وبرجع برجع شافية بنسبة يعني مية بالمية تمام وبخليها تكون عندي بدون تأثير أما الصورة يلي بالمقدمة بنرجعها نسبة شافية خمسة وتسعين بالمية اضغط وبنقر مع التحريك للخارج تمام نفس المبدأ بنقر باليمين وبنعمل تمام بالشريحة الأخيرة عندي هذه الصورة بحركها على هذا المكان وبرجع بكبر مساحتها لتكون بقدر مساحة الصورة تقريبا وكمان بتوجه إلى تنسيق الصور ومنختار لألا بدون بلور يعني ومنختار من الشافية بنسبة وضوح مية بالمية أما الصورة يلي بالمقدمة بنعمل شافية بنسبة الخمسة وتسعين وبنقر مع السحب لحتى نطلعها خارج الشريحة تماما طيب الآن بكل بساطة رح أخذ هدول العناصر كابي يعني كونترول سي وميجي لهون وبختار كونترول زائد في تمام وبرتطب العناصر بالطريقة يلي بتعجبك أفترض اللوغو رح يبقى مكانه عندي هذا النص يعني خلني أسحبه على هذا المكان وعندي العنوان مع الإطار خلني أعملهم بالكونترول جي جروب وبأسحبه على عنوان يعني بمكان معين بتحبي يكونوا مثلا في منتصف الصورة بتحبي يكون عيمين الصورة المكان يلي يعجبك ما في أي حرج وأي مشكلة وهذا الموضوع كيفي تمام خلي يكون النص المطابق أو المرافق مع المنوه هون كسلوغن تمام ممتاز جدا جدا بحدد هدول يعني أنا بحدد الجروب الخاص بالعنوان مع مفتاح الشيفت بحدد النص الفرعي ومنحدد اللوغو هنا بنفس المواضع بختار كونترول زائد سي وبقوم بلسقهم على كل الشرائح التانية كونترول زائد في وكونترول زائد في وأخيرا كونترول زائد في ممتاز جدا الآن رح نبدأ بتشغيل ونشوف العرض كيف رح يكون معنا من الشريحة الأولى إلى آخر شريحة وكيفية عرض الصور في مكتبة احترافية وجميلة في برنامج بوار بويد خلنا نشغل ونشوف مع بعض هذا الانتقال الأول والانتقال التاني والانتقال التالت والانتقال الرابع ليصل معاي إلى آخر صورة أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضرتكم الشيء الجميل والنافع ولا يخفيكم كالمعتاد فتكرم لا تنسوني من التفاعل والدعم وزيارتي على حكاية شغف ومتابعة كورس المونتاج الاحترافي في صناعة محتوى جدا متميز يتيح لك فرص عمل احترافية بهذا العصر اللي نحنعيشين فيه هو عصر المحتوى الرقمي بالعموم ألقاكم على خير وأترككم برعاية الله كان معكم وحبكم أحمد صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته